ده الاتحاد الافريقي وده ملخص حفل توزيع جواز الكاف واصل 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 اراعي راس من المهرجان للنهاردة قبل ما نبدأ الملخص احب اقول استراحة نزقتي بقى كل شوية جايزة مش معقول يا جماعة كده لا لا ده انتم مفترين قوي بقى خلصنا موسم طويل واحداثه كتير وبطولاته متعدش وجي الوقت بقى التوزيع الجواز والتكريمات واللازم منه في حفل توزيع جواز الاتحاد الافريقي لموسم 2023 قبل ما نبدأ عايزك تركز في الملخص بجاب واعمل لك وشير وكومنتي فيها البحمد مات وصف النهي قبل ما تقطع فيه بداية الجواز كانت لأفضل نادي نسائي في القارة اترشح الجيش الملكي من المغرب وسبورتينج الدارة البيضاء برضو من المغرب وسانداونز من جنوب افريقيا وطبعا مش محتاجة اقول لك يعني سانداونز اللي كذبت الجايزة التانية كانت لأفضل نادي في افريقيا اترشح الاهل من مصر والوداد من المغرب وصانداونز من جنوب افريقيا برضو طبعا الجايزة اللي ما كانش اي حد يتوقعها خالص واللي الحقيقي كانت مفاجأة ليا وسألت نفسي سؤال مين افضل نادي في افريقيا من غير تطبيق الهالي افسي نادي الاهلي المصري وبيطلع طريق قنديل عضو مجلس قدارة النادي الاهلي عشان يستلم الجايزة وبيفوز الاهلي للمرة السادسة في تاريخه بجايزة افضل نادي في افريقيا انا بابا يا لها بعدها جايزة افضل لعبة داخل القرى بتفوز بالجايزة لعبة الجيش الملكي فاطمة تاجنود ونروح لجايزة افضل لعب داخل القرى اترشح للجايزة ثلاث لعبة بيرستاو لعب الاهلي وشالو ليه لعب سانداونز وميلي لعب بيراميز وطبعا في ظن على اعصابنا يا ترى مين افضل لعب داخل القرى وسألت نفسي سؤال مين افضل لعب داخل افريقيا من غير تطبيق الساقر احمد حسن كابتن منتخب مصر جاوب له على السؤال على طول افضل لعب هو باستاو وبيطلع طريق انديل عضو مجلس اقدارة النادل الاهلي تاني مرة عشان يستلم الجايزة وقابل من اطلع اللومنت وتجمعوا الجواس كلها واطلع انا مرة واحدة بدلا مشور رايح وجايزة وقف للمحل ورايح للصنبورة وجايزة الصراحة نزيتي بقى كل شوية جايزة مش معقول لها كده لا ده انتم مفتريين قوي بقى بعدها جايزة افضل لعبة شابة داخل القرى كثبتها نيسرين لشاد من المغرب وجايزة افضل لعب شاب داخل القرى كسبها الامين كامارا من السنغال جايزة افضل منتخب سيدات فاس بيها منتخب نيجيرا للسيدات ونروح لجايزة افضل منتخب للرجال اتنفس عليها تلات منتخبات السنغال والمغرب وجنبيا وفاس بالجايزة منتخب المغرب بعدها جايزة افضل هدف في الموسم وبصراحة كنت تاه جدا ومفيش على بالغر سؤال واحد مين أفضل هدف تسجل الموسم ده من غير طبيعي أفضل هدف في السنة يعوده إلى محمود كهربا وبيفوز بالجايزة هدف محمود كهربا لعب الأهلي في مرمى الهلال السوداني وبيطلع طريق قنديل عود ومجلس إدارة النادل الأهلي لثالث مرة عشان يستلم الجايزة الصراحة أنا زيتي بقى كل شوية جايزة مش معقول يا جماعة كده لا ده أنتوا مفتريين قوي بقى جايزة أفضل حارسة كثبتها كيامارا ندوزي أما بقى جايزة أفضل حارس في القرى فتنفس عليها ثلاث حراس ياسين بونو من المغرب ومحمد الشينيو من مصر وقونانا من الكاميرو وبيفوز بالجايزة ياسين بونو لعب منتخب المغرب أفضل مدربة في القرى فازت بيها دي زي إليس ونروح لجايزة أفضل مدرب في القرى اتنفس عليها ثلاث مدربين أليو السيسي مدرب السنغار ووليدي الريكراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخية مدرب اتحاد لعاصمة جزائري وفاز بالجايزة ووليدي الريكراكي كأفضل مدرب الموسم ده جايزة أفضل لعب الموسم ده فازت بيها إشوالة أما بقى جايزة أفضل لعب في إفريقيا فترشح لها ثلاث لعب محمد صلاح من مصر أشرف حكيمي من المغرب وفيكتور أوزمن من نيجيريا وفاز بالجايزة أوزمن كأفضل لعب في إفريقيا عشرين تلاتة وعشرين لو بتسأل بقى لمحمد صلاح فما تقلقش هو موضوع في تشكيلة الموسم ده الحمد لله نسيبنا بقى من جواز الكاف ونروح لجواز جلوب سكر مارس الكولر بيترشح كأفضل مدرب في العالم والأهل بيترشح كأفضل نادي في الشرق الأوسط وكمان بيترشح كأفضل نادي في العالم يعني حتشوفك حتشوفك أخيرا يا جماعة في حاجة نفسي أقولها بجد الصراحة أنا زيتي بقى كل شوية جايزة مش معقول يا جماعة كذا لأنتم مفترين أو يبا